السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حيكم الله يا شباب اليوم في هذا الفيديو رح نشرح كيفية ترجمة اي صفحة متصفح سامسونج فلا تنسون دعمنا باللاك والاشتراك ويلا نبدأ الشرح الطريقة يا شباب جدا بسيطة الان دخلت على صفحة بشكل عشوائي فعشان نسألون ترجمة لهذه الصفحة تروحون على الثلاث شرطات اللي تحت على اليسار وبعدين من هنا تروحون على خيار الايدادات ومن هذه الواجهة تروحون على التخطيط والقوائم وتضغطون على تخصيص القوائم بعدين يا شباب من هذه القوائم رح تحصلون عندكم خيار الترجمة تضغطون عليها ضغطة مطولة وتضيفونها مع القوائم اللي موجودة في الصفحة بعد كده ترجعون على الخلف والان تضغطون على الثلاث شرطات هذه بيكون عندكم الآن زر الترجمة موجود هذه اللي هي الايقونات تضغطون عليها فبشكل مباشر لو تلاحظون تم ترجمة الصفحة بالكامل الى اللغة العربية ايضا اذا حابين ترجمونها الى لغة ثانية تضغطون على هذه الأيقونة تختارون إضافة لغات وتضيفون اللغة اللي تبعونها وإذا حبين ترجعونها إلى اللغة الأصلية تضغطون عرض اللغة الأصلية كذا رجعت معنا إلى اللغة الأساسية وإذا حبين ترجمون جزء محدد من الصفحة تضغطون على ضغط مطولة بهذه الطريقة وبعدين تضغطون الترجمة راح تفتح معاكم الترجمة بشكل مباشر فهذه كانت طريقة بكل اختصار لا تنسوني شباب دعمنا باللايك والاشتراك نشوفكم على خير مع السلامة